قدرتي على تفعيل القرار أنا اتعلمت في حياتي حاجة لطيفة جدا القرار اللي أخده وما طبقوش أكثر خطورة وأفدح مليون مرة من أنا ما كنتش أخده أصلا فأنا أحب الحكومة لما تقول إحنا هننزل علشان ضبط الأسهار ضبط الأسواق وقف أي شكل من أشكال الجشح وقف أي شكل من أشكال الممارسات الاحتكارية تبقى قد الكلام تلت وانتلت وتعمل كده أنا في اعتقادي ووهبني على الألوال الأستاذ الإسلامي هو عملية التواصل وعملية أن أنا وجودي كمسؤول ده في اعتقادي أن أنا هارضي المواطن بس هارضيه في ضوء المتطلبات اللي موجودة في ضوء مستهدفات الدولة في ضوء أن أنا مش هبيع لك الحاضر وبيع المسأي يعني مش هارضيك في الحاضر في الوقت دلوقتي وضيع المستقبل الزبط كده الزبط زي ما أنا بجيب ابني أقوله حبيبي أنت إيه اللي يبسطك ألعب ألعب خلاص كده خلاص كده هون بسوط طيب يبقى ده عشان يتحقق لابد أنه رقم واحد استحدث أدوات جديدة رقمية بشكل أساسي تعتمد أنا عندها قديم المخزونة التاجر الصغير والتاجر الجملة يبقى عارف كل واحد بيلعب في السوق إزاي بيلعب مش معناه أنه هو بتجاوز لا يعني السوق نفسه بشتغل إزاي الميكانيزم بتاع السوق ماشي إزاي النهاردة حضرتك ممكن نشوف بعض التجاوزات اللي ممكن إحنا على مستوى الأفراد نرصدها تلاقي في نفس السلعة الوحدة نفس المنتج فيه مرجن كبير بالتلاتين والعشرين وأرقام كده في المية كبير أنت كتاجر طيب أنت لما هتعمل لي خاص من مثلا عشرين والتدين في المية ده معنى إيه؟ معنى أنه فيه مكسب متجاوز الرقم ده معنى أنه فيه تخزين بشكل معين معنى أن سلعة بتنزل السوق بتتدول بشكل معين إذن عملية ضبط الأسعار محتاجة مزيد من التنصيق مزيد من دفع تقادي مزيد من استحداث أدوات رقمية تعتمد بشكل أساسي على استخدام التكنولوجيا الموجودة محتاجة مزيد من مشاركة المواطن نفسه طب أقول لك على حين يعني العملية كلها مش هتتم أنا كمسؤول أو كمسؤولين مش أقدر أن أنا أدفع بيه اتجاه ضبط الأسعار إلا لما بيكون فيه فيدباك من المستهلك أبقى عارف المنطقة الفلانية فيها إيه أبقى عارف المنطقة الفلانية فيها إيه معناه أن أنا بطالب بحقي كمستهلك وفي نفس الوقت أنا أديت دوري فيه أن أنا بحمي نفسي وبحمي من الممارسات الاحتكارية هو دور متبادل يعني بصوت عالي أو نخليها بالزبط زي ما إحنا بنبقى قاعدين في الغرفة المجاورة إحنا بنمتدخلين جميعا في الحديث الإنجليز بيعملوا حاجة لطيفة قوي كلما زاد معدل أرباحك كلما زادت الضريبة يا حلو من الآخر يا حلو يعني الضريب في إنجلتراك مش بقول هنا يا جماعة الله بيهنرفع الضريب أنت كلما زادت الأرباح كلما دخلت في شريحة ضريبية أعلى في إنجلترا بيوصلوا لـ 45% ضريب الدخل وعلى إيه؟ على اللي دخله بيزيد تقريبا لو أنا متذكر مظبوط 6,000 سترليني يعني في الشهر اللي هو يعني يضرب في السنة أو لـ 5,000 حتى لو عديت 65,000 في آخر السنة أنت دخلت في الشريحة الكبيرة قوي بقى وهي متدرجة يعني إما أنها متصعدة أو هي نفس القصة هو نقدر أقول والله هو أنت لو زودت هوامش أرباحك هتيجي في الحساب الختامي بتاعك حلو هتدفع الضريب قد كده أصبح التاجر طواعية هيلتزم بيه هيلتزم بيه هوامش أرباح معقولة محدش يقولك يغسر معقولة علشان في الحالة دي هيفضل فلوسه دخلاله بدل ما هيسددها كلها الضريب طب وإحنا مش عايزين ناس تسد الضريب لأ أنا عايز الناس تسد الضريب طبعا لكن أنا مش عايز بقى بس معتمد على فكرة الحصولة الضربية أنا حاوز الناس تبقى حسن أسعار عاديا كل القاعدة الضربية تتسع بس كده كلها تتسع وبالتالي فأنت هتحقق كم ضرائب أعلى بكتير من المتحسن النهاردة ده ليه متطلب تاني المتطلب ده أنه نعمل كاشلس مجلس القاومي للمدفوعات هو قاين بدور غير طبيعي خالص سنتين اللي فاتوا ويبقى مزيد من الدور ده يتفعل في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية كاشلس معناه أبقى عارف فلان شغال يبقى هنا المجلس القاومي للأجور هيبقى عارف أنه فلان اتأمن عليه خد حقه به الحد الأدنى للأجور اتدفعت التأمينات اللي عليه اتدفعت ضرائب هقدر أن أنا أدير المنظومة عشان كده أي منظومة داخل النظام الاقتصادي أو الإطار الاقتصادي محتاجة استحداث أدوات تعتمد بشكل كبير على الرقمانة والذكاء الاصطناعي مش بقول أن احنا هندوس كده بكرة ده هيحصل لا أنا بقول أنه في وجهة نظري أنه التغيير بيكون تباعاً وبابنى على اللي فات حلو فإذا ملف الأسعار يمكن السيطرة عليه بشكل كبير ويدعم اقتصاد السوق يمكن السيطرة عليه ويدعم اقتصاد السوق في ضوء أن أنا مزيد من التنسيق ما بين الجهات المختلفة وما بين الوزراء المختلفين بالمعنين بالملف ده ما بين التجارة وحجم التضفق السلعي والمدخلات الانتاجي اللي عندي وما بين احتياجي والطلب اللي موجود وجهات التموين اللي موجودة وحجم الاستراتيجي والاستهلاك والسيزوناليتي أو الموسمية بتاع الاستهلاك كل سلعة تبقى عاملة قدامي عاملة زي على في السوق كل ده يخدم أن أنا عارب بالزبط في رمضان لابد أن أنا أكون متحوط لي بعقد مستقبلية في كذا وكذا وكذا كل الأمور دي كلها ممكن نسيطر عليها بشكل رقمي وبشكل يعني أدوات وإجراءات ممكن ما تكونش موجودة في اللي فاتح حلو جد